السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزكاة حبيب قلبي رب تكونوا خير وأحسن حيال النهاردة بقى يوم القصة والقصة بتاعتنا النهاردة طبعا سألوني بتعملي بقى من شربة خضر عشان احنا عينين الحمد لله عندنا برد القصة النهاردة هي يعني قصة فيها حب وفيها قره وفيها حقد وفيها قتل وفيها كل حاجة قصة طبعا من الواقع قصة دي قديمة جدا القصة بتحكي عن بنت واحد من بشوات زمان او الناس الاغنياء قوي بتوع زمان دولت بنت كانت حلوة جدا والدها كان يمتلك طبعا اراضي كتير وعمير كتير وحاجات كتير يعني كله كتير في كتير يعني المهم البنت دي كان والدها ليه زي ابعادية او ليه مكتب كبير او ليه شركة كبيرة المهم يعني كانت من الوقت للتاني بتروح او هناك او يعني بتبقى زهقانة قاعدة في البيت يعني مش لوحدها بس بتبقى زهقانة بتخرج فبتفوت على والدها والدها طب كان راجل طبعا سري ومبسوط ولكن برضو بيدير املاكه وكان عنده مدير الشركة اللي هو يمتلكها المدير ده كان بيرسم على بنت الراجل الغني ده علشان ان هو يعني مش بيحبها لكن عايز يتجوزها فبيرسم عليها زمان برضو كان في راس من كل حاجان ان هو يعني يتجوزها عشان العز والخير ينوبهم الحب الجانب وكان يعني انسان على قده يعني مش على قده ونص ونص يعني تمام ولكن طبعا كان مجامل كان لما بيعرف ان عندهم مناسبة او عندهم عيد ميلاد او عندهم حد تعبان يجري ويروح وبتاعه والكلام ده المهمة البنت دي كانت من وقت التاني وهي فوسط البلد بتشري حاجة بتجيب حاجة تفوت على والدها تقولي انا عايزة فلوس انا مش عارفة ايه كده انا جبت كذا بتاع يعني كده المهمة لما كانت بتروح كان كل الموظفين طبعا اهلا يا فندم وزيك يا فندم ويجروا مش عارفة ايه ويجيبوا له حاجة ساعة وحاجة سخنة وانتوا عارفين انتوا بقى الحركات دي ولكن كان فيه واحد دايما يعني كأنها مش موجودة يعني هو ملوش جعب اي حاجة اولا ده ما كانش بيحب النفاق وما كانش بيحب المجاملات وبتاع كان في حاله قعد على مكتبه بيخلص شغله يعني ملوش جعب اي حاجة وهو معروف في شغله او في المكتب او في الشركة اللي هو بيشتغل فيها انه هو زميله بيسموه اللي علنياته او الدهل او اللهبل يعني كانوا ليه لانه مش مشترك معهم في اي حاجة يعني هم اغلبية الرجالة اللي كانوا بيشتغلوا هناك اللي بيجري ورا معجب واحدة واللي بيجري مش عارفة ورا بيعاكس مين واللي معرفش بيتكلم على مين هو ملوش في اي حاجة يخلص شغله ياخد بعض ويروح على بيته وكان لما اول الادان ما يدن بتاعه الدهر يجيب السجادة جنب المكتب يصلي على طول وبعد كده يشوف شغله كان دايما ملتزم ومحترم كانت البنت بنت الراجل المبسوط ده كانت دايما تروح ولحظت مرة في اتنين ان الجدع ده كل الرجالة اللي بترحب بيها ويا فندم واهلا وهي دخل وهي طالع إلا الشخص ده خالص ما كانش حد بي يعني عمرها ما شافته كذا مرة فالمهم قعدت تقول نفسها كده هو ايده هو ماله ده يعني ده اللي لفت نظرها ان ده ما بيسألش وما بيقومش زي زي بقيت الموظفين ويعجب بيها ويا فندم اهلا والكلام اللي هما بي كده يعني المهم كانت برضو مرة في يوم برضو كانت عند والدة وطلت من المكتب لقيت الشخص ده بيصلي جنب المكتب المهم جي في يوم عزمت قالت كان عيد ميلاد كان عيد ميلادها وقالت لولدها يا بابا انا طلبة منك طلب قال لها اخير ايه اللي انت عايزاه قالت له انا طلبة منك تعزملي طبعا انا نعمل حفلة كبيرة عشان عيد ميلادي اعزم كمان يا بابا معلش الموظفين بتاع الشركة قال لها ماشي ستة حاجة بسيطة طلب الموظفين بتاع الشركة وهي كان هدفها ان الشخص ده يروح عندهم يعني هي عاسته عرف ايه نوعيته ده حاجة غريبة يعني المهم فراحوا كل الموظفين معادة الموظف ده المهم بقت مستغربة جدا وفي ايه المهم في يوم هي راحت برضو كالعادة الولدها في الشركة بتاعته ووقت الموظفين نزول الموظفين قبلها بشوية نزلت واستند في عربتها لما نزل الشخص ده ندهت له لما قرب منها ايه فندم قالت له انا فلان تلفلين انت متعرفنيش قال لها فندم اهلا وسهلا وابتاعه مش عارف ايه وراح حبيها وكده اتفضل اوصلك لا شكرا لا اتفضل اوصلك المهم راح ايه طيب انا اسفع عندي برد ولا مش عارف ايه اللي حصل المهم يعني الحمد لله رب العالمين المهم خدها خدته ووصلته وكده وقالت له انت انت غريب قوي وانا معجبة بيك بلاقيك دايما كده في حالك ملكش دعوة بحد بمش عارف ايه يعني حاسة ان انت ملتزم قوي وبتاعه بتاع قال لها اه يعني انا انا ضد طبيعتي ماليش اه يعني ايه دول زمائلي عادي بقدرهم وبتعامل معهم باحترام وكل حاجة لكن انا بركز في شغلي اه قريت له ماشي المهم طب وانت مجتش اليه الحفلة الله ولا يا فندم انا يعني عنده ظروف وبتاعه وانا اسف ويعني قلت طب خلاص مفيش مشاكل المهم بدأت ان هي كل ما تيجي معجبة جدا بيه يعني مش جوداله جدا ومعجبة بيه بس اقول لكم ان هو وسيم جدا ويعني اخلاقه عالية وانسان محترم وانسان ملتزم فيه حاجات كتير جميلة المهم جات برضو بقيت تيجي لابوها عشان مش عشان بقى ابوها المراد يا ايه عشان ايه صاحبنا ده تشوفه فكل ايه تنزل وتستنى تاخده توصله هي معجبة بيه بس جات في مرة في اتنين في تلاتة قلت له انا معجبة بيك وانت اخلاقك كويسة وانت وانت لها متشكر وبتاعها مش عارفة ايه والكلام ده المهم طبعا مدير الشركة دية اللي هو يعني كان بيرسم كل الرسمة عشان يتجوزها ويوصل لفلوس ابوها ودهب ابوها والعز اللي ابوها فيه الموظفين طبعا لحزوا وراحوا قالوله طبعا انت كل في مكان في كل مكان شغلة او بتاع تلاقي فيه ناس كده ايه الرئيس بتاعهم يسلطهم يجبولوا الاخبار يعني ده كان زمان ودلوقت واتلاقوا في كل وقت وفي كل قوان الحاجات دي يعني المهم فطبعا حطوا في دماغه وقال لك اه ده بيرسم عليها ومعرفش ايه المهم تلككله على حاجة وقال لك انا لازم اطيره من الشركة دية عشان هي ايه ما تشوفوش ده هو بيرسم عليها ده هو مش عارفة ايه ايه المهم قال له بقول لك ايه انا عايزك المهم دخله المكتب قال له انت 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 انفكر انت انت يا ابنت انت بتبص في فوق قوي انت انفكر الستي دي الانيسة دي هتبصلك ولا هتعبرك انت عبيت قال له انت بتتكلم عليه قال له انت تستاهب له انشاء تستاهب المهم ايه قال له انا هوريكو مش هوريكو بتاعه وفعلا جي في مرة اتبلى عليه في حاجة بمساعدة الموظفين بتوع يعني اتبلع لين هو ضيع ورق من الشركة ومش ورق من الشركة وانا هحبسك وانا هعملك ما عندكش اختيار غير ان انت هتقدم استقالتك يا هحبسك وعمل وسوي فيك المهم صاحبنا طبعا ايه ساب الشغل ساب الجمل بمحامل واتكل الله ساب شغله وروح ايه روح بيته المهم كل ما هي تروح الشركة ما تلاقهوش المهم سألت صحابه وقالوا ده ايه ده طبعا اللي قالك ده سرق واللي قالك ده نصب واللي قالك ده مش عارف كل واحد قالك كلمة المهم واحد طيب او راجل كبير غلبان كان شغال بتاع البوفي ده قالت له سألته قال لها ده قالت له انت تعرف مكانه قال لها او انا عرف عنوانه ادهى عنوانه قال لها يا بنت ده ايه ده انا مش عارف هو بس الراجل اللي هو المدير ده مستقصده ومش عارف يا بنت ايه الموضوع ايه السبب بالزبط انه هو مشاه ولا في ايه ولا كده المهم خدت بعضها وراحت للجدع ده خدت العنوان وراحت للجدع ده المهم اتفاجئ بها بها أهلا يا فندم وإزاي حضرتك وبتاعة مش عارفة إيه وبتاعة قالتلي هو فيه اللي حصل قال لها والله عيشت قطع لغاية كده وبتاعة قالتلي لا لا بس قولي فيه إيه اللي حصل يعني قال لها الموضوع كذا 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 قالتلي أنا ما فيش بينه وبينه حاجة ده إنسان بارد وإنسان تنح يعني هو بيفرض نفسه علينا ودايما بيجي لنا ودايما بتاع بس أنا كالعادة لما واحد بيجي عندنا البيت أو بابا يكون تعبان أو في ظروف أو في حفلة أو في بتاع من الزوء ومن الاتيكيت إن أنا أتعامل معه بطريقة كويسة لكن أكتر من كده ما فيش أي حاجة بينه وبينه ولا عمري وعدت بحاجة ولا عمري فيه بينه وبينه أي حاجة لو هو بيفكر في أي حاجة فده يبقى بقى هي دماغه هو فكره المهم قعدت بقى تتكلم معه وبتاعه وقالت له هو أنت يعني اتفاجئت بقى بحاجة اتفاجئت بإيه اتفاجئت إنه هو عنده أولاد عنده ولد وبنت أطفال صغيرين جدا ورغم إنه هو شاب صغير فقالت له يعني طب وفين والدتهم قال لها والله والدتهم توفها الله قالت له طب وإنت لما كنت بتروح الشغل بتودي ولادك دولة فين وأكمل لكم القصة المرة الجاية